بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناة ايزي ماس ودهاليز الالغاز هندهلز الدهاليز ونوصل للحل السليم بتحريك اعواد الثقاب طبعا كلنا عارفين اعواد الثقاب هي اعواد الكبريت امامي معدلة المعدلة فيها طرفين الطرف اللي موجود في الجهة اليسرى والطرف اللي موجود في الجهة اليمنى مطلوب مني اخلي الطرف اللي موجود في الجهة اليسرى يساوي الطرف اللي موجود في الجهة اليمنى تب تعالوا كده دهارة مع بعض المعادلة 3 في 8 في 24 والطرف الثاني 30 في 7 طبعا 24 عمرها متساوي 30 في 7 لان 30 في 7 متساوي 23 هنا بقت ركاية وهنا اللغز ومطلوب مني ان انا احرك اعواد من الثقاب عشان احل المعادلة دي وصحح الخطأ الي موجود فيها طبعا انا هنا مطلوب مني حرك عدد معين من اعواد الثقاب وبعد ما احرك الاعواد المطلوبة بحط الاعواد دي في الاماكن المناسبة لتصحيح هذه المعادلة نبدأ مع بعض ونشوف كام عودها نحرك انا مطلوب مني عشان احل المعادلة دي او صحح الخطأ الي في المعادلة دي ان انا نحرك عودين اتنين فقط من اعواد الثقاب امامك سبع ثواني فقط للوصول الى عودين الثقاب المطلوبين لتصحيح الخطأ في هذه المعادلة نبدأ مع بعض نعدي السبع ثواني انتهى الوقت نبدأ بالتحدي الاول فين اول عود هحركه اول عود هحركه هو العود اللي موجود في الطرف الايصر من المعادلة وهو العود ده يبقى هنا احول التمانية الى تسعة طبعا العود ده لازم احطه في المكان المناسب فين المكان المناسب للعود ده بالتأكيد المكان المناسب للعود ده هو هنا يعني هنا انا حولت علامة نائس الى علامة زائد ده ان دلوقتي عندي مشكلة ده اني عندي هنا تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين والطرف التاني بقى تلاتين زائد سبعة يعني سبعة وثلاتين المعادلة كده لسه ما تحلتش طبعا لاني لازم نحرك عود كمان اللي هو العود التاني اللي بيمثل التحدي التاني عشان اخلي طرفي المعادلة متكافئين او متعادلين يا ترى فين العود التاني اللي هيصحح للخطأ اللي موجود في هذه المعادلة بكل سهولة العود التاني وهو العود الحاسم اللي هيخليني اصحح الخطأ اللي موجود في المعادلة هو العود ده نحرك بقى العود ده ونشوف يا ترى فين المكان المناسب بتاع العود ده عشان نحل الخطأ او نصحح الخطأ اللي موجود في المعادلة بكل تأكيد المكان المناسب للعود الثاني هو المكان ده تمام نقرأ بقى كده المعادلة بعد ما حرقنا العودين الطرف الايصر من المعادلة التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين والطرف التاني من المعادلة عشرين زائد سبعة سبعة وعشرين اذا دلوقتي الطرفين متعادلين يعني قدرنا نصحح الخطأ اللي موجود في المعادلة بتحريك عودين مع وضعهما في اماكنهما المناسبة لو انت اول مرة بتشاهد قناة ايزي ماس لا تنسى الاشتراك وتشير هذا الفيديو على جميع اصحابك واصدقائك حتى نستفيد جميعا من دهاليز الغاز اللي بنقدمها مع قناتك المفضلة ان شاء الله قناة ايزي ماس انتظرونا دايما مع حلقات جديدة حلقات تحتوي على المزيد من الالغاز ومزيد من دهاليز الالغاز عشان ننمي فكرنا وننمي قوة ملحظتنا اشوفكم على خير مع فيديو جديد ومعلومة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته